نجدد عليكم التحية في أولى فقراتنا لهذا الصباح بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القدس عاصمة لدولة الاحتلال تتجه المسيرات التصعيدية حدتها على نقاط التماس في محافظات الوطن كافة والتي أدت إلى إصابة أكثر من ألفين مواطن برصاص الاحتلال والقنابل الصوتية والمطاطية اليوم نخصص حديثنا عن تأثير الغاز السام والقنابل الصوتية والمطاطية على جسم الإنسان مع الأستاذ إبراهيم الغولي مدير الإسعاف في الهلال الأحمر الفلسطيني سعد صباحك سعد صباحك وصباح جميع المشاهدين أهلا وسهلا فيك معنا لليوم نتحدث في البداية عن عدد الإصابات لحد الآن من وقت إعلان ترامب لحد الآن بسم الله الرحمن الرحيم في البداية اسمحوا لنا نشكر تلفزيون الفلسطينية على إتاحة هذه الفرصة ومن خلال شاشتكم اسمحوا لنا نوجه تحية إجلال وإكبار لكافة طواقم العمل الإنساني الذين يصلون الليلة بالنهار لا يكلون في الميدان ساهرون على بلسمة الجرح الفلسطيني النازف على مدى عقود من الزمن فكل التحية لهم بالتأكيد ثم بالعودة إلى سؤالك فهي حقيقة هناك الكثير من الإصابات زادت عن ثلاث آلاف إصابة في كافة المناطق الفلسطينية في الضفة محافظات غزة والقدس الشريف في غالبيتها بالغاز والمطاط وهناك نسبة منها في الرصاص الحي لدينا تسع شهداء لحد الآن للأسف رحمهم الله فالعملية متصاعدة وعدوان نفرت القوة تجاه ناس عزل فبالتالي نتيجة طبيعية كل هذه الإصابات مجمع للإصابات هل هي خطرة الحالات اللي بتيجي مصابة كيف بيكون مضاهمة النسبة العظمى منها غير خطرة حقيقة من الغاز ومن المطاط وإنما عندما تحدث الخطورة يكون هناك تهديد حقيقة على الحياة بدلنا في الفترة الوجيزة لدينا تسعى شهداء وعدد غير قليل مقارنة بمسيرات سلمية ناس عزل صحيح يعني وهذه روح بالنهاية ألف رحم على شهداءنا بالتأكيد مثلنا الشفاء العاجل لجميع جرحانة لابد أن نتحدث أيضا الاحتلال ما ترك بس المواطنين ولا كمان استهدف التواقم الطبية أثناء تقديمها الإسعاف للشباب والمشاركين في المسيرات للأسف مرة أخرى بنحكي أنه هذا مسلسل ليبدو أنه لا ينتهي فحكايتنا مع الاعتداءات طويلة من عام 2000 لحد 2014 لدينا من طواقمنا العاملة في الميدان أكثر من 20 شهيد الذين قدموا أرواحهم وهم على رأس عملهم في تقديم الخدمة الإنسانية ويلبسون الزي الرسمي والشعار كافة الوسائل التي يجب أن تحقق لهم الحماية لم تشفع لهم وهذا يأتي ضمن هذا المسلسل في خلال هذه الهبة الجماهيرية وخلال هذه الاحتجاجات السلمية التي يقودها الناس العزل هناك اعتداء على الطواقم أكثر من سبع اعتداءات خلفت سبع إصابات عدا عن العديد والعديد من الإعاقات مشكلتنا في إعاقة الوصول هذه الأمور لا ينتبه لها الكثير لا يسمح لنا في كثير من الأحيان بالوصول لتقديم خدمتنا الإنسانية للحالات التي تحتاجها وهذا بحد ذاته مشكلة صحيح بتأكيد نتحدث أيضا أستاذ إبراهيم قوات الاحتلال تطلق قنابل الصوت وقنابل المطاطية وأثرها سلبي على جسم الإنسان نتحدث عن أثرها لما المواطن يصاب بها قنابل الغاز أثرها في غالب الحالات غير خطير إنما الفكرة هي أن تسبب تشويش وإرباك لشخص معين لفترة زمنية معينة بحيث لا يستطيع التصرف ويضطر لمغادرة المكان هذه فكرتها عساس تفريق الاحتجاجات ولكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن هناك أشخاص قد تكون مضاعفات الغاز عليهم خطيرة لدرجة تهدد الحياة مثل مين؟ مثل الأشخاص؟ الفئات الأكثر ضعفا الصغار في السن الكبار في السن وأصحاب الأمراض المزمنة ونخص هنا بالذكر الأمراض الرئوية التنفسية الأزمة الربو وغيرها من الأمراض الرئوية المزمنة التي قد يسبب لها هذا الغاز الذي يبدو أنه مسيل للدموع ويسوق على أنه حنون ولطيف وما إلى ذلك قد يكون قاتل في هذه الحالات الستات الحوابل قد يسبب لهم الإجهاض فلا تستطيع التمييز أنت كشخص أو كقوة معتدية تنفر هذه الكميات الكبيرة سواء على الأشخاص المتجمهرين أو حتى على السكان المحيطين أنت لا تضمن الخطر فبالتالي هذا يعتبر اعتداء قد يسبب خسائر جسيمة أكثر من المتوقعة أو من المرجو من هذا الاستخدار استنشاقها بشكل المظاهرات استمرت سلها أسبوعين تقريبا والأشخاص عم ينزلوا بشكل متكرر استنشاقها في المدى البعيد كيف يأثر على الجهاز التنفسي؟ ممكن يسبب مشاكل مزمنة في الجهاز التنفسي تلف الحواصلات الرئوية فهذه أمور تبقى فردية حسب الشخص وحسب جهاز المناعي وحسب مدة التعرض وكمية الاستنشاق فلا يمكن ضمان النتائج السلبية على المدى البعيد نحن نتحدث عن المدى القصير يمكن التعاول معها ميدانيا وحل مشكلتها ولكن على المدى البعيد بحاجة إلى مزيد ومزيد من الدراسات بالتأكيد من هون طرق الوقاية من الغاز المسيلي للدموع اللي يطلقوا الاحتلال على أبناء شعبنا نعم صحيح الوقاية دائما خيرا من العلاج هي عدم التواجد في مكان الغاز ثم إذا ولا بد اتواجدت صدفة أو غير صدفة في مكان الغاز يجب عليك ترك المكان فورا لحظة إطلاق هذا الغاز التوجه بعكس اتجاه الريح انظر إلى أين يأخذ الريح هذا الغاز وأنت أذهب بعكسه حاول استخدام قناع القناع الواقي المفلتر الذي يحمل عينين هو الأفضل ولكن نحن على قناعة تامة وغير متوفرة للجميع ومكلف فبالتالي يمكن عمل أقنعة قماشية مبللة بالماء أو بمواد حامضية مثل عصير الليمون أو الخل هذا من شأنها أن تخفف نوعا ما والتنفس خلالها لحين مغادرتك للمكان على الأقل تنفس داخل ثيابك واخرج من المكان أعراض التعرض لقنابل مسيلي للدموع نعم هي تعمل على تهييج الأغشية المخاطية في العينين الأنف والفم وكامل القناة التنفسية مما يؤدي إلى المزيد من الإفرازات في هذه المناطق والشعور بالألم والحرقة والحكة في العينين والوجه والجلد والجهاز التنفسي فلا يوجد هنا ما تقوم به كحل سحري لحل هذه المشكلة في الدقائق الأولى حلها يكون مع الزمن بالزمن دقائق معدودة تخرج من المكان تتنفسها كيف مدتها؟ كيف مدت تأثيرها تكون؟ هي حالات فردية حقيقة فيه من الناس يبدو كأنهم لا يتأثرون خلال دقائق معدودة يتخلص من هذا التأثير وآخرين قد يستمر معهم لنصف ساعة إلى ساعة وغيرهم من أصحاب الأمراض الرئوية يجب نقلوا إلى المستشفى حتى يعود إلى حالته الطبيعية صحيح ولكن أفضل وسيلة للدفاع ضد هذه القنابل هي زي ما حكينا عدم التواجد أو تجنب استنشاقها والتماس معها مباشرة قدر الإمكان أو استخدام الأقنعة والخروج من المكان أما البقاء حولها استنشاقها لمدة أطول يزيد من المشكلة متأكيد توقيف يكون طريقة الإسعاف الأولى لشخص مثلا كثير تحسس من قنابل الغاز وصارت عينين دو مضعفات إخلاء أو مباشرة من المنطقة وضع في منطقة جيدة التهوية وضع في بضعية مريحة يستطيع التنفس فيها الطلب منه الاستنشاق من الهواء الطبيعي محاولة التخلص من المخاطيات والإفرازات المخاطية التي أصبحت ملوثة من خلال البسق أو إخراج هذا المخاط إلى الخارج إذا لم يتحسن خلال دقائق يجب نقله إلى المستشفى يكون بحاجة إلى أكسجين وإجراءات أخرى متخصصة وهذه قد لا تكون متوفرة لدى المجتمع المحلي في الميدان هي متوفرة في مركبات الإسعاف وفي غرف الطوارئ نصائح لو تحب تحكيها كمان هي أصلاً توصل ريحة الغاز للمكان كثير بعيد باتجاه الرياح الناس الموجودين في بيوتهم كيف تنصحهم عشان ما يدخل الغاز المسيلي الله يعينهم ومنحكي تاني شيء أنه لازم يوجدوا مكان معزول تماماً قدر الإمكان داخل بيتهم ويتجهزوا بأقنعة مناسبة قدر الإمكان على أساس يتنفسوا من خلالها في الفترة اللي بيكون فيها الغاز ولما بتخلص هبة الغاز يرجعوا يهول منزل بالتهوية الطبيعية ويستمروا بهذه السيكونس لا نطلب منهم ترك منازلهم نحن باقونا هنا تأكيد طبعاً نحن باقونا هنا أستاذ إبراهيم أخيراً يعني أنتم جنود الميدان وشاهدنا كيف يعني العديد من تواقم الإسعاف ضحط بحياتها من أجل نقل المصابين إلى سيارة الإسعاف يعني كأنه صراع بين جنود الاحتلال وطواقم الإسعاف لأخذ المصابين الرسالة اللي بتحب توجهها للناس وأبناء شعبنا بخصوص هذا الموضوع نحن نحكي كطواقم عمل إنساني محافظين على هذا النسق سوف نحتفظ بمبادئنا الإنسانية وقيامنا الإنسانية ونتفاني في تقديم هذه الخدمة إلى ما لا نهاية بالرغم من أن الطرف المعتدي فقد كامل إنسانيته وكامل قيمه في هذا النساق ولكن لن نسمح له أن يجرنا إلى المربع الذي هو يريد وهو أن نتراجع عن همتنا ومهمتنا في تقديم العناية لبلسمة هذا الجرح الفلسطيني النازف كما أسلفنا بالتأكيد ويعطيكم ألف عافية إن شاء الله الجرح الفلسطيني بيشفى تماما إن شاء الله شكرا إليك أستاذ إبراهيم الغولة مدير الإسعاف في جمعية الهلال الأحمر شكرا لك أتكر العافية ننتقل إياكم الآن إلى فاصل ونعود